افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة لانا مامكيث بمناسبة الاعياد الوطنية مكتبة الاعارة في المكتب الوطنية وذلك ادراكا لاهمية الاعارة واعطاء الفرصة للمجتمع المحلي للاستفادة من مقتنيات الدائرة والعمل على تشجيع القراءة لزيادة المكتبة والاستفادة من الكتاب خارجها وبث الشعور بين مستفديها ان الكتاب للجميع الوزير اكدت ان هذه المبادرة تأتي لاتاحة الفرصة للرواد المكاتب في تسهيل عملية القراءة في بيوتهم خلال اعارة الكتب وتنشيط القراءة وزيادة الثقافة لهم اليوم احنا في احتفالية افتتاح مكتبة اعارة تابعة للمكتب الوطنية وبالتالي تابعة لفزارة الثقافة كان من المفارقات اللي شوي غريبة انه كيف يتفق ان وزارة الثقافة لا تملك مكتبة خاصة بها شكرا من القلب لكل الاكاديميين والباحثين والمفكرين والمؤسسات التي دعمت هذه المكتبة بتبرعات كبيرة جدا هذه المكتبة ستفعل ابتداء من اليوم ان شاء الله وهناك برامج ستوضع لاستقطاب الطلبة خاصة في عطلة الصفية وتتيح خدمة الاعارة الفرصة للقراءة لدراسة الكتاب واجزائه بتفصيل من اجل البحث والدراسة المعمقة والجادة في وقت ايسر وخاصة ان معظم المكتبات في اماكن بعيدة عن سكن روادها وهنا يأتي دور الاعارة لتسهيل عملية استخدام الكتب خارج المكتبة حازم السردي الحقيقة الدولية